وجهت وزيرة التنمية المحلية منال لأعوض بضرورة وجود أجهزة ومعدات تساعد في عملية البحث اللالي بموقع العقار المنهار بأرض الجلف مع تكثيف كل الجهود والإمكانات الممكنة لإنقاذ أي ناجين تحت الأنقاض وأشدت الوزيرة خلال تفاقدها لموقع الحادث برفقة محافظ القاهرة إبراهيم صابر بالجهود المضنية التي يبذلها رجال الحماية المدنية لإنقاذ السكان من تحت العقار والحفاظ على حياة الناجين واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات للبحث عن الناجين أسفل الأنقاض ومن جانبها أكد محافظ القاهرة على عدم تأثير العقار المجاور بأي أضرار مشيرا إلى استخدام ثلاث ناجيات دون تسجيل وفاية حتى الآن ترجمة نانسي قنقر